سلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال يوم بإذن الله سنشارك معكم مسمى بطريقة سهلة كي يجي اكتر من رائع مسمى اللي كي يجي مورق كي يجي خفيف وكي يجي ناجح مئة في المئة فهذا الفيديو هذا سنحاول نعطيكم جميع النصائح ان شاء الله اللي تحتاجوها باش ينجح معاكم ونتمنى تجربوا لانه فعلا كي يستحق التجربة نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير سنبدأ بسم الله على بركتي الله في واحدة ايناء سنوضع الكيمية جوج كيسان من الماء الدافئ كل كاس فيه 150 ميلي لتر ما يعادل 300 ميلي لتر ديال الماء ثم غد نضيف هذا الملعقة من السكر ثم ملعقة صغيرة من الملح ثم غد نقوم بإضافة قليل جدا جدا من الخميرة الفورية هذي اه يعني اختيارية بغيتو تديروها ديروها بغيتوش تديروها لمولف مديرها شو يمكن لها تستغناء عليها أنا دائما كنستعمل هكا شي شوية في المسمن كيجي زوين والاخوات طبعا اللي جربوا الوصفة السابقة اللي حضرت لكم ديال المسمن فرا غادي يعرفوا نتيجة كيفاش كتكون كيف ما كتشوفو هنا غادي نضيف بالنسبة للدقيق ضفت الكأس الأول ثم الكأس الثاني وغادي نضيف كذلك الكأس الثالث فأنا عادة ترى ما كنعبرش فقط كنحاول نعطيكم هكا القياس بالنسبة للاخوات اللي كيبغيو هكا القياس بالكأس وكذلك بالقرام فاضفت كيف ما كتشوفو هنا اربعة ديال الكؤوس ديال الدقيق غادي نضيف معاهم الكيمية ديال واحد تدل ديال المعالق كبار ممتلئين جيدا هكا من دقيق الفينو او الساميد الناعيم سوف نبدأ نخلط هاد المكونات هادو وكيف ما كتشوفو في العجينة رمزة المرخوفة هادي نزيد نضيف لها هكا كأس ديال الدقيق كنضيفو بالتدريج حتى كتجمع معايا العجينة فعادة كنحتاج هكا في هاد الكيمية ديال جوشكيسان ديال الماء كنحتاج واحد خمسة ديال الكؤوس تلخمسة ديال الكؤوس ونصف مينو الدقيق يعني عدنا المجموع ديال نستعملت الان خمسة ديال كؤوس هكا ممتال اميناء الدقيق مع دوك ثلاثة ديال معا الققبة ممتالين كدلك مينو من دقيق الفينو وطبع الكيمية ديال الدقيق ركز بقع لحسب النوعية دياله فقط حاولت نعطيكم هكا الكيمية مضبوطة وبالنسبة الكيمية بالجرام فقط نقوم بكتوبة في صندوق الوصف و هناك كيف مما تشوفوا نزلت هديك العجينة هكا فوق سطح العمل غادي ندلكها واحد المدة ديال دقيقة حتى الدقيقتين هكا حتى نحسو بيات ديالكات وكيكون هدا هو القوام ديالها في الآخر كيف مما تشوفوا واحد العجينة اللي هكا رطبة وفي نفس الوقت رمك تلصقش في اليد غادي ندهنها هكا بشوية ديال الزيت وغادي نوضعها في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخلي هكا ترتاح واحد المدة ديال الربع ساعة حتى العشرين دقيقة والعجينة ديالنا كيف مما تلاحظو بعد ما مرد ديال المدة ديال الربع ساعة وارتاحت فكلما ارتاحت كتجي لعجينة هكا كتعطينا ذاك الطوع اننا نخدمو بيها شوفوا كيفاش كتجي لعجينة ديالنا كتولي مطاطية فغادي نولي الان نجمعها كيف مما كتشوفوا بها الطريقة هادي وغادي ناخدها كالزيت غادي ندهن اليدين ديالي بالزيت وكذلك هكا واحد البلاطوفين غادي نوضع الكورات ديال العجين فغادي نبدأ نقسم العجين ديالي الكورات بالنسبة لحجم ديالهم كيبقى على حسب الرغبة ديالكم بيتو ديروهم صغار ديروهم انا غادي ندير هكا غادي نقسم العجينة ديال خمسة ديال الكورات سكي يجبني هكا نسمى نديرو كبير لما كياخدش مني مدة طويلة وكننحضرها بسرعة وفي نفس الوقت كي يجيزوين والان غادي نولي اندهن هاد الكورات ديال العجين هكا بشوية ديال الزيت وغادي نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي ونخليهم كيرتاحوا واحد المدة ديال ربع ساعة باش يسهل علينا نطلقوا العجينة واجي هكا تعطينا ذاك الطوع باش نخدموها وغادي نوريكم الان شنو غادي نحتاجوا في التوريق بالنسبة للتوريق غادي نحتاجوا فقط هكا سميدة رقيقة اللي كي تكون بهات الشكل هذا وغادي نحتاجوا كذلك للزيت زيت نباتية فتقدروا تستعملوا كيف ما ندير انا الزيت فقط في التوريق او تستعملوا الزيت اللي مخلطها هكا مع الزبدة فبعد مرتحة العجينة كيف ما كتشوفوا غادي ناخد اول قطعة وغادي نطلقها بالاستعانة هكا بالزيت كرشو الزيت غاية الكمية ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا ما كنستعمل شي كمية اللي كبيرة يعني غاية ندهنوا هكا العجين باش يساعدنا هكا نطلقوا وملي كتطلقوا العجين هكا مزيان وكتولي رقيقة فكنحاولو نعطيها هاداك الشكل المربع والان كناخد بحال هكا كيف ما كتشوفوا الزيت كنديرها كواحد الدهنة من الفوق وكناخده الساميد وكنرشوه بهاتط طريقة هادي وبنسبة السميدر كنحاولو رشوها هكا من جميع الجوانب باش في الاخر هي اللي كتعطينا هكا التوريق والان غادي ناخد واحد وغادي نقطع العجين بها الطريقة هادي وغادي نبدأ نجمع العجين بحال هكا كيف ما كتشوفوا فالطريقة مضحة وطريقة اللي ساهلة بزف غا هي من اللي كتوضعوا قطعة فوق قطعة كتحاولوا تقدوهم باش في الاخر كتحصلوا لواحد المسمى اللي كيجيكم هكا مقاد وكيجي زوين في الشكل ديالو شوفوا طريقة شحل ساهلة وكتعطينا نتيجة اللي زوينة بزفة كي الاخوات اللي كيعرفوها الطريقة هادي والاخوات اللي ما كيعرفوهاش مهم هاي شاركتها معاكم فغادي نولي نصيب معاكم واحدة اخرى هانتوما كتطلقوا العجين بالاستعانة بالزيت هاكم اللي كترتاح هاد العجين هادي فكتحسوا بها يعني كتطلق بكل سهولة وكتعطينا هذا كتطوع هكا باش نخدموها كل مرتاحة كتعطيناها كنتيجة اللي كتكون احسن فغادي ندهن الان هاكا بالزيت وغادي نرش الساميد وصافيك ناخد السكين وكتع بهالطريقة هالي طريقة سهلة وبسيطة ستسكينها دراحة شوية لش مباشر قطع فكيف مما كتشوفو هانتوما كتبدو تتلفو العجينة بحلقة طريقة سهلة بزاف وفعلا نرى النتيجة ديال هكا دي زوينة سافيك نستمر بنفس الطريقات كنسة لقع القطع العجين اللي عندي فهنا هي هدوما القطع حتى صيبتهم كلهم وده بغادي ناخد اول وحدة اللي بديت بها هي اللي غادي نبدأ نطلقها باش نبدأ نطيب فكنا نرشو هكا غادي نشي شوية ديال الزيت وكنطلقو العجين ديالنا بهالطريقة هادي وبالنسبة للسمك دياله هناك يبقى على حسب الرغبة ديالكم وغادي تحاولو ترققوها لانها ملي هكا غادي نوضعوها في الميق لا تركها تنتافخ وكيجيونا هكا ذوك الطيات وغا ترققوها كيجيو ذوك الطيات هكا وذوك طوريق يعني فيها من الداخل فكترشو شي شوية ديال الزيت عاد كتوضعوها وملي كتوضعوها كتحاولو تقادوها بهالطريقة هادي طافي وغادي نخليها غادي نشوف هكا تبلي العجين بدت كتنشوف من الفوق وكنوليها كندير واحد الرشخ في فم الزيت وكنولي نقلبها على الجهة الثانية وبالنسبة للنار فكتكون هكا متوسطة قريبة المهيلة باش كيطيب هكا مزيان وكيطيب على خاطره وكذلك ما كيجيش هكا مخطوف في اللون ديالو صافي وكنبقا وكننحركو فيه وكنقلبو فيه من جو الجهات حتى كيطيب بهاد الشكل هادا وكياخد واحد اللون هكا اللي دهابي وصافي غادي نستمر الان في الطاهي كيف مما كتشوفو كرشو الزيت شي شوية هكا ديال الزيت كنوضع المسمن ديالو مجرد ما كينشوف هكا من الوجه ديالو كنقلبوه على الجهة الثانية فهنتو مره مباشرة كتبدو كتلاحظو بأن المسمن ديالكم هكا كيتنفخ فبالنسبة لهد المسمن هادا صدقوني كيجي هكا ناجح وطريقة ديالو سهلة بزاف وبسيطة شوفو معايا هكا ديال المسمن شح الكين تافخ فانا كنحاول نضغط عليه هكا باش يطيب لي حتم الجوانب إلا بقى هكا منتافخ فغادي يطيب لكم هكا غير من الوسط وغادي يبقى ذوك الجوانب غادي يبقى هكا بويض فمن الأفضل تضغط عليه شي شوية هنتو ما شوفوا لاحظو ذاك الجانب لما ضغطت شادي فبقى هكا كبيض حاولو خط نتافخ هو الانتفاخ يعني بأن المسمن ديالو ناجح ولكن في نفس الوقت حاولو تضغطوا على الجوانب باش هكا كي يطيبوا وكيتحمروا صافي وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى كان طيب قاع المسمى اللي عندي فصدقوني اراه كي يجي زوين الزف فقط اناراه هنا يا مع الاضاءة نتمنى يكون كي بلكم ونتمنى تجربوا وترضوا عليها هكا في التعليقات كيف شجاكم فبالنسبة المبتدئات اكيد غادي يجيكم هالطريقة هدي سهلة بزاف وغادي يجيكم بسمى زوين فنتمنى ان الوصفة تكون للإعجاب ديالكم وكيكون هذا والشكل النهائي ديال المسمى اللي حضرت معاكم اليومه كي يجي فعلا زوين بزاف وكي يجي هكا في واحد تقرميش على برا زوينة بزاف ومن الداخل كي يجي هكا مورق كي يجي كل هكا طبقات فغادي نحاول نقطع لكم باش يزيد يبالكم هكا مزيان كيفاش كي يجي فنتمنى فعلا يكون هكا كي يبالكم كي يبان هدك التوريق فغادي نوريه لكم هكا عن قرب غادي نحاول نحلو لكم زيان نشوفوا كيفاش كي يجي وذوق طبقات هكا مورقين وكي يجي ورقاقين وفي نفس الوقت كي يجي مسمى ديالنا خفيف نتمنى ان الوصفة تكون للإعجاب ديالكم انكم تجربوه شجعوني بلايكاتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتلقوا في فيديو قادم دمتم في امان الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله